موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الأحبة في الله عرفنا في الحلقة السابقة علامات القلب السليم وطبعا ليست كل العلامات وإنما نذكر ما تيسر منها لنقيس أنفسنا به وفي هذه الحلقة نتكلم عن علامات القلب السقيم نسأل الله أن يشفي قلوبنا من كل سقم وبشكل عام فإن علامات القلب السقيم هي عكس علامات القلب السليم عكس ما مر ذكره فالغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى هي من علامات مرض القلب وسقمه فإذا وجد الإنسان نفسه تمر عليه الأيام ولا يذكر ربه سبحانه وتعالى تمر عليه الساعات ويغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه عليه أن ينتبه لقلبه وأن يتحسس قلبه وأن يبحث عن علاج لهذا القلب الذي يغفل عن ذكر ربه سبحانه وتعالى وخالقه وذكر الله معناه واسع فيشمل الذكر بالأذكار المعروفة كالباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وغيرها من الأذكار لا إله إلا الله ويشمل قراءة القرآن ويشمل مدارسة العلم الذي يقرب إلى الله ويشمل الصلاة ويشمل كل ما يذكر بالله سبحانه وتعالى على أن الكلام هنا عن القلب فكثير من الناس يذكرون الله بألسنتهم مع غفلة قلوبهم فالقلب إذا غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى فهو قلب مريض سقيم وكذلك تحدثنا هناك عن تعظيم الشعائر وإن القلب السقيم لا يعظم الشعائر يستهين بها فلا يعظم الصلاة لا يعظم وقتها لا يعظم أركانها لا يعظم خشوعها لا يستشعر الهيبة في الحضور والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيها فيفعلها يعني بدون اهتمام وبدون إتقان هذا صاحب قلب مريض مدام الصلاة عنده كأي عمل من الأعمال الدنيوية لا ينتبه فيها كذلك هناك تحدثنا عن الرحمة بالمسلمين بل الرحمة بالعالمين وهنا نقول أن القلب السقيم صاحبه لا يرحم أو بالأحرى نقول أن من لا يرحم ولا ينظر نظرة رحمة للناس فإنه صاحب قلب سقيم عليه أن ينتبه لقلبه وما أحوجنا إلى هذه الصفة والتنبه إليها وخصوصا في هذه الأيام التي كثر فيها القتل والانتقام والحقد والكراهية باسم الدين وقلت فيه الرحمة في نفوس كثير من الناس ولو أنهم انتبهوا لشأن قلوبهم وعرفوا أن عدم الرحمة هذا علامة على مرض قلوبهم لراجعوا أنفسهم وانتبهوا ليقتدوا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه الله وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رحمة صلى الله عليه وسلم وللعالمين تشمل كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو رحمة حتى للكفار وذلك بأنه بعث ليهديهم وذلك بأنه يتمنى لهم الخير وذلك بأنه صلى الله عليه وآله وسلم دعا أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله فخرج من أصلابهم من يعبد الله وقد رأينا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحول قادة في معسكر الكفر إلى قادة في معسكر الحق والنور والإيمان وذلك بفضل رحمة قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصاحب القلب السليم يرحم كذلك من علامات سقم القلب ومرضه سوء الظن بالمسلمين وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى أولا أن يسيء الإنسان الظن بالله فإذا نزل به مكروه يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يحبه أو أن الله سبحانه وتعالى يعني ظلمه والعياذ بالله والله لا يظلم أحدا ولا يحسن الظن بربه فيتأثف ويعترض على القضاء والقدر الاعتراض على القضاء والقدر من علامات القلب المريض كذلك سوء الظن بالناس وبخلق الله سبحانه وتعالى فدائما يفسر تصرفات الناس وأقوال الناس على التفسير السيء ويحملها على المحمل السيء هذا صاحب سوء ظن وهذا دليل على أن في قلبه مرض وأن قلبه سقيم عليه أن ينتبه له وأن يعانجه من علامات سقم القلب ومرضه كذلك إثار الدنيا على الآخرة إثار يعني تفضيل تفضيل الدنيا على الآخرة فالإنسان الذي يفضل الدنيا على الآخرة وتشغله الدنيا عن الآخرة يعظم الدنيا ولا يعظم الآخرة يعظم الدنيا وقد حقرها الله سبحانه وتعالى وصغر شأنها وقال سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه عالم ومتعلم والمقصود هنا أي الدنيا التي تشغل عن الآخرة وليست ذات الدنيا فذات الدنيا ليست ملعونة بل هي خلق الله وهي الطريق إلى الآخرة لكن الإنسان إذا كانت الدنيا تملأ قلبه وتعميه عن الآخرة وعن المصير الذي يقول إليه فهذا يدل على أن قلبه مريض أيضا ذكرنا هناك في علامات القلب السليم أن صاحب القلب السليم يتأثر لما يصيب المسلمين ويحزن لمصابهم ويفرح لفرحهم أما صاحب القلب السقيم فإنه لا يتأثر تمر المصائب والنكبات والبلايا على المسلمين فلا يهمه يهمه فقط أن يأكل وأن يشرب وأن يشبع حاجاته وشهواته وأن يجمع المال لكن إذا انتصر المسلمون إذا انهزم المسلمون إذا جاع المسلمون لا يشعر في قلبه بتأثر إذن هذا قلب مريض لو كان قلب سليم لتأثر لأن المسلمين كالجسد الواحد كذلك يعني يفرح لفرح المسلمين بعض الناس أيضا لو فرح المسلمون وأصابهم الخير لا يتأثر ولا يشعر بفرح في داخله لما أصابهم من خير هذا يدل أيضا على ضعف إيمانه وقسوة قلبه وسخم قلبه من العلامات أيضا على سخم القلب قلة الخشوع في الصلاة عند قراءة القرآن عند سماع الذكر فلا يخشع إذن هذا قلبه مريض لو كان قلبه سليم لخشع ولا طريبة ولا استمتع بذكر الله سبحانه وتعالى وبقراءة القرآن وبشكل عام كثرة المعاصي تدل على سقم القلب ومرضه لأن القلب والجوارح بينهما اتصال فالقلب هو الملك كما مر الكلام والأعضاء هي الأتباع وفساد الأعضاء يدل على فساد القلب فإذن معاصي الجوارح هي من علامات مرض القلب الذي يسرق الذي يبطش الذي يزني كذلك آفات اللسان وهي كثيرة وخصوصا اللسان لأن اللسان ترجمان القلب كما قالوا يعني ما في القلب يترجمه اللسان فالذي حال لسانه غيبة نميمة خوض في الباطل يتكلم فيما لا يعنيه يكذب يقول الزور اللعن والسب والشتم والفحش في الكلام كلها هذه مؤشرات على أن القلب قلبا سقيما وليس قلبا سليما فعلى الإنسان إذن أنه يشتغل بإصلاح قلبه لتصلح له جوارحه وبشكل عام فإن الإنقياد للشهوات من علامات سقم القلب وإن جميع الصفات المهلكة والتي سيأتي الكلام عنها من كبر وحقد وعجب ورياء وغيرها هي أيضا يعني أمراض للقلب وكما أنه بشكل عام تكلمنا عن علامات القلب السقيم فإن القلب السقيم هو الذي يتصف بالصفات السقيمة سنتكلم في الحلقات القادمة عن علامات كل صفة من هذه الصفات السيئة التي تكون في القلب أو المعاصي القلبية لنعرف مكاننا ولننتبه لقلوبنا قبل أن يفوت الأوان وتخرج أرواحنا من أجسادنا فلا ينفع يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم نسأل الله أن نكون وإياكم منهم وإلى لقاء آخر أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمة اشتركوا في القناة